وبإننا اتكلمنا عن الكتاب والمخرجين والرواد الثقافة في الستينات والسبعينات والثمينات ونتكلم عن الوقت اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي والمحنة والأزمة اللي احنا بنعيش فيها وهسألك السؤال بشكل مباشر هل الفنان مش الكاتب أو المخرج؟ الكاتب أو المخرج مهما كان تأثيرهم الثقافي بيتبصلوا إن هو محدود يعني مين اللي بيهتم برأي كاتب أو مخرج؟ إلا لو كان نجم أو مواقف بتاعته أو المواقف بتاعته صارخة وقوية وحد قوي هم نفسه نجم ومجتمع يعني توفيل حكيم كان نجم ومجتمع كان الناس تهتموا براجب الستات وفي الطبيع وفي السياسة يعني فيه ناس تجوه مجتمع يوسف شاهيم نجم ومجتمع ليس مجرد مخرج سأنا العادي عارب شكل يوسف شاهيم لأنه كاراكتر ونجم وشخص شدلي وماء ومثل كمان لأ بس يوسف شاهيم ومثل كمان لأ أنا قصد بقى هنا الناس بتهتم قوي وبتركز وبتدقى وبتنتقد وتهاجم والكلام كله مع الممثل أو الفنان يعني هو ده بقى الايه؟ اللي لما بيقول حاجة بيتبصلوا بقى لها بشكل أو بوزن أكبر بكتير قوي من أي حد تاني السؤال الأساسي هل الفنان مطالب انه يكون ليه موقف مش هقول ضد أو معه يعني مطالب انه ليه يكون موقف واضح أولاً ولا انت شايف انه لأ يعني ان جانب المنورة عند الفنان بيديله حرية أكبر وبيديله الاستمرارية يعني كل الناس طبعاً بتقول الأشهر مثال موجود هو الزعيم عاد الإمام ازاي كان بيستغل ده عشان يقدم فنه عشان يستمره ويعمل اللي هو بيعمله وفي نفس الوقت ما يكونش في صدام مع السلطة تمام؟ فأنا عايز عرف وجهة نظرك هل انت شايف ان الفنان المفروض انه يعبر عن ده ولا لأ؟ بص هي مفيش حاجة مفروضة كل حاجة يخيار من الآخر يعني هو الفنان بقى شخص يعني اختار المهنة دي هي المهنة دي تصدق انها يعني ليه علاقة مباشة بالجماهير وهي هجمع مهنة مؤثرة بشكل أو آخر في أمزجة وأهواء الناس بطبيعة الحال الناس مستنين منهم بس هل هو مطالب؟ لا ومش مطالب بطبيعة الحال يعني وإحنا دلوقتي مثلا بنتكلم على الوضع اللي حصل في غزة وإحنا شفنا مثلا المشاهد تحولت المشاهد كاريكاتوريه بسم صمرة ومحمد محمود ومحمد عبدالحافظ المشاهد يعني هم ممكن يكونوا عندهم حمية وعندهم فعلا متأثر باللي حصل بس المشاهد خدت شكل أولا لعدة أسباب أولا هي هو بالتوجيز بالدليل انهم خرجوا يعني سكنوا وعنين ناموا صح؟ ما هي حاجة موجهة عايزين بقى نسكن الدنيا لأن الدنيا ما تزكن ممكن تطرتش علينا وانت فهم يعني تمام هو الفنان لازم تكون رأيه نابع من شخصه نفسه مش من معلش يعني مافعش الفنان اللي بيبقى من ريموت كنترول من الدولة يروحي عشان الدولة عايزة دلوقتي ترفع درجة حرارة الشارع عشان تصدر رسالة مال بره أو لجوه فروحوا اجتمعوا في النقابة والبسكوفيات وحزاؤه لا يعني هو فيه فنانين معروف انهم لهم من زمان يعني زي ما قلوه ايه فيه أصفيت عبيد فرنسيوي اسمه يعني ايه ده جاي من انجيش اللي هو الفنان الملتزم ده معروف حتى تصنيف يعني الفنانين زي مثلا كنت نصنى زمان عبدالعزيز مخيون عشان هو كان في حركة كفاية كان واخد موقف معارض مبارض بشكل وضع فكنا نقول ده فنان ملتزم بالقضايا يعني هو معروف انه هو زي ناديالوك بي مثلا لما راحت وقت الاجتياح بتاع لبنان هي بعد كده قالتلي ان هي راحت اول بالصطفة وبعدين بعد كده يعني سيوسفاسنين بالقضايا وبنضال الناس فدخل بس لاتي في الاول انا مكنتش رايحة عن علم بشي انا في حد قال لي روحنا تضمن فروح تضمن ان هي جدع عشان بسي جدع بس بعد كده هي مبهرت بالعالم ده وعالم المقاومة واسمه ايه الراجل اللي هو اللي كان من الفلسطيني ده لا مش فاكر ميمي صارحة معهم الاسرائيلي الاسرائيلي السيد اخر بس مش فاكر اسمه ايه الا ايوه بالضبط منحاسن حاجة كده اسمه حاسن حاجة ايه المهم انا ازا كين وايش ده تستدعي بقى الحاجات دي كلها كده صعب ما انت رأيك انه الفنان يعني بشكل عام مش مفروض عليه تمام طيب يعني لما مثلا لما فنان لما محمد السلام طلع قال كلمة عفوية جدا جدا يعني هو محمد السلام قال انا واجب عليك يا مسلم والفكر التضمن مع فلسطين ده من ارضية دينية ده حق ده هو انا لو انت تيجي تقول لا احمد غانم او ادم يقول لا ان التضمن مع فلسطين ده قضية انسانية في المقام الاول ثم اسلامية مسيحية لان في مسلمين وفي مسعين في كناس اتضربت وفي كان جمهة الشعبية بتحريد فلسطين جورج حبش في الاخر كان فلسطين يعني في ناس كتير اوي من رموز المقاومة فتحوا من ناس اخرين وجورج حاوي مثلا في لبنان الحزب الشيوائي اللبناني واللي عملوا التضمن مع فلسطين بيخلي ان القضية باي حال لحوال ما ينفعش تكون قضية محصولة في الاسلام وان الحصراء والاسلام بيخلي الطرف الاخر كمان يبقى يقول هم شايف دول عايزين يقضوا علينا دول فمحمد السلام ممكن تنتقد بس محمد السلام ما هواش مصنف في خانة الفنان الملتزم اللي هو الفنان اللي هو على طول هو نشاط نشاط حزبي هو ما فيش احزاب دلوقتي وبتاع في وقت من الاوقات كانوا منشوف جميل راتب في حزب التجمع وكننا نشوف حمد يحمد في حزب العمل كنا منشوف فنانين ملتزمين من الملتزمين مش بالمعنى ملتزم ملتزمين بمعنى ان هو فنان عنده نشاط اكتفست يعني زي شونفين زي سوزن سراندن زي فانيسا ريت جريف اللي هما الفنانين الاجانب زي هاري بيلافونتي زي يسيني بواتيه في ناس مشهورين انه هما يعني مهتمين بالقضاء مش اللي هو زي عادل اماء على المنكة اسلام بيقول له تعالى بقى سفير يتكلم عن اللاجئين يخلص الكم سنة يريح فالفكرة نلاقي ده فنان صاحب موقف الفنان العفوي مطلوب الفنان صاحب الموقف الفنان صاحب الموقف المعارض يعني فنان طلع دلوقتي قال مثلا جماعة حماس كذا غلط واوة والاخير من حقه ممكن تشتموا او تنتقل وطبيعة الحال هو شخص طرح فكرة في المجتمع وهو شخص فنان وفيه فنان بقى مريح في البيت ده برضو حر من وجهة نظري يعني فنان المريح اللي هو ممكن يكون بيفتحق مش فاهم يا جماعة انا مش فاهم اللي بيقصر او بفهمه او انا ببقى او انا مش هارفة كوم موقف ما حقي يعني مش مش مفروض بس طبعا عايزين نقول نقطة مهمة بس بالموضوع ان الفنان مؤثر هو الفنان نوع من انواع الانفلوينسر او ما قبل عصر الانفلوينسر كان الانفلوينسر الاساسي هو السياسي والفنان الراقصة والسياسي بس طبعا عصر الفنان بس طبعا عصر الفنان فبطبيعة الحال اللي بيقوله الفنان حيوصل اكتر ما بيقوله ان الانسان العادي او السياسي او 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 وان لما انا بيبقى مثلا عندي دولة ما زي مصر الانتلجينسيا بتاعتها النخبة بين قصين بتاعتها هي بتاكب موقف تضامني مع هزة وعدائي ضد زفت اسرائيل والخارق بتاع اسرائيل فطبيعة الحال حتى دي تبقى رسالة مهمة لبرا لما تبقى الموقف ده هي مثلا اللي بيحصل في لندن ده مثلا ده رسالة مهمة جدا جدا ان في هذا التضامن الرهيب عكس فرنسا مثلا فيه مظاهرات مع فلسطين بس فيه مثلا عملوا عملوا حشد خيبان كده مش خيبان في العدد خيبان في المنطقة قال ايه معادات السامية ضد معادات السامية وتلع فيه ساركوزي وفرانسواء ولونج كل الراساء المتبعدين ومحاذق او حاذق جامد وباكوا ومش عدد مئة الف انسان تلع لا هم الوقت المعركة عارفوا ان هي مش هيقدروا يواجهها بشكل مباشر فهم خادوا الاتجاه ده ان الموضوع سامية وانت سميتك اللي هو يعني سامية وضد سامية لان هو ما يقدرش يواجه الناس هو بيقتل الناس بأرقام فعلية وبأسلحة وبأسلحة وبشكل صورة اه فما يقدرش يبرر بشكل اخلاقي يقول ان انا لا انا بعمل شيء صح فهو عايز يقول ان انتو بتهجموا اساس حاجة تانية خالص هو عايز يوسع المفهوم ويوسع النطاق بتاع الصراع عشان يرجعوا لحاجة مجربة قانونا في البلاد كتير فهو عايز يقول لك لا ده خلي بالك انت لو عملت كذا انت هتكون بتندلج تحت نطاق قانوني ممكن تتعاقب عنه تتفصل من شغلك او تتراحل او تفقد الاقامة بتاعتك فهو عايزين يدخلوها في النقطة دي لان ما يقدرش يو في الصراع الحقيقي اللي بيحصل يعني لا وانا شايف ازاي ما انت قولت انت قولت اللقطة مهمة ان هي موضوع مجرم لانه هو الوعي الجمعي الفرنسي عنده عنده حدستين مهمين جدا حدست في نهاية القرن 19 الظابط اليهودي اللي اسمه دريفلوس اللي هو عودين وحكم عليه بالاعدام ودين لانه يهودي وطبعا حدست اللي هو الجنرال بيتان اللي هو حصل زي المانيا دا خربت فرنسا وقيمة دا فرنسا كانت بتضار من فيشي مش من فريق وفيشي كانت حكومة عميلة عمالة كاملة حكومة بيشي اه اه كان في حكومة بيشي وكان في حكومة فرنسا مفرأ اه اه في الديجولف زي الخبيني ما كان بيطلع بالمنفى كده دي جول كان بيطلع من بره ففرنسا عندها في الوعي التاريخ المتراكم بتاعها ان دي حاجة خطة احمر بقى وان انتهاض اليهود ده ضد قيم بس طبعا كل ده تلعى بلونة ومش تلعى دلوقتي وطلع من زمان ان هو مفرقعات يعني خازية يعني وان هما بس ايه بس انا قاضي ان هما زي ما انت قولت هما حولوا الموضوع ليه ان احنا كان في فترة حكومة فيشي او في فترة النهادة قرب 19 كانت بتقع حوالي 6 طهات لليهود في فرنسا سواء بمتعاونين مع النازي او زمان اللي هما كانوا مسيحيين اللي المتشددين كانوا بيرهم الوضع السيء اللي احنا فيه كلنا ده هو بسبب عقدة الزنب الاوروبية اللي هما عايشين بيها من بالضبط بالضبط احنا بندفع بعدين انا برضو لما بعد اشوف المواضيع من جوا انا بكتشف حاجة تانية بكتشف ان هما فعلا هما ما يقدروش يستحملوا ان هما يرجعونهم تاني يعني فهم فعلا لا بصوا خليكم هناك احنا نعملوكم كل حاجات وما ترجعونش تاني لان يعني انا من اول ما بدأ يوم 7 اكتوبر وكده رجعت بقى اشوف التواريخ حاجات كتيرة او كنت قاريت عنها من زمان كتاب بتاع جارودي والكتب بتاع الناس كتير او او فبدأت اشوف كمان وقائع كتيرة اوي ما كنتش بعرف عنها حاجة يعني من اول بقى فكرة سبينوزا والحاجات دي كلها والعقلية اللي هي بتبص للمكون اليهودي ده ضمن الحضارة الاوروبية والمشاكل اللي حصلت في روسيا وجولهم بقى في بولندا وفي ألمانيا والحاجات دي كلها ففعلا يعني انا كنت دايما بسمع مصطلح المشكلة اليهودية بس مكنتش متخيل يعني اين المشكلة اليهودية فعلمت فعلا ان لما ماركس كتب معنا يعني كان اي فيلسوف او مفكر بيتعاطى مع السياسة لازم يتعاطى مع المسألة اليهودية مع المسألة اليهودية أو جوش كوشن أو كسيون جوي فهي تابعا لأنها كان في دائما توجس من ناحية أوروبا المسيحية حتى لما بدأت تتحول العلمانية من فكهة اليهود قومية قومية داخل الدولة وباستمرار بيتعاملوا على أنهم جيتوا منفصل وبيبحثوا عن تقوية نفسهم والأهم من كل ده أن مشكوك في ولاقهم طول الوقت يعني طول الوقت مشكوك في ولاقهم ده بطوية الحاجة، ده بطوية الحاجة ما هي أحتلال لا بس اليهود بالذات عشان هم عندهم ارتباطات خارج حدود كل دولة فدايما لما يحصل أي مشكلة بين دولتين جابا بعض على طول بيتبص اليهود لا بص إعزتين اليهود وهم رحل هنا أوازل طلعوا ديك أبوهم بقى ويعجبهم لنا احنا بس يعني ما هي الفكهة داتي انت لما بتقول تعالى قامت وطن لليهود لو عملت وطن لليهود في أوروبا ما انت عندك يهود في أوروبا دلوقتي موجودين وطورفل جدا وكل حاجة بس بقى مش يردوش يرجعه ما كانت فكهة في الأرجنتين أصلا وعايزة أقولك ان روسيا ستالين روسيا ستالينية هي من أوائل الناس اللي دافعت في الاتجاه ده يعني قبل أمريكا أصلا يقولوا ان امريكا ماضت على ادشاء الدولة اليهودية بعد ثلاث دقايق مش هتجوضوا يا تفخروا بأنهم أسرع دولة وفقت ومش عارفين لا أول حقيقة الأمر ان روسيا ستالين كتعايزة زي ما انت قلت كتعايزة تزيح المشكلة اليهودية بعيدة عنها يعني يعني خلينا نرجع للفنانين بقى طيب نرجع للفنانين فاحنا دلوقتي هل تقولي السؤال؟ ان هي فكرة ان الفنان مش مطالب أبدا أنه يعبر عن وجهة نظره طيب انت دلوقتي بتقول انه مش مطالب أبدا أنه يعبر عن هذا خارج الأعمال الفنية طب جوه الأعمال الفنية هل مطلوب من الفنان انه هو يعبر عن وجهة نظره اللي هو مؤمن بيها ولا لا يعني انا مثلا دلوقتي مش بقول انه هو يقوم بالأدوار اللي متوفقة مع النظرية بتاعته أو العقيدة بتاعته والعقيدة السياسية والاقتصادية وكده لكن انه هو يدفع عن العمل نفسه يعني يقول مثلا شخص مثلا زي عادي الإمام مثلا لما يقول انا عملت حاجة مثلا زي فيلم الكارنك فيلم قصدي احنا بتوع انتو بيس ده فيلم بيهاجم العصر الناصري بس عادي الإمام معروف انه هو ميولو ناصرية ولحد فترة طويلة يعني هل ده يعتبر ازدواجية ولا لا هو بيقول انا هنا بقوم بدوري كفنان لكن انا كإنسان انا مؤمن بكذا وكذا وكذا فهل الفنان برضو مرتبط انه يبرر العمل الفني اللي هو بيقدمه لو هو بيخالف العقيدة او الايديولوجيا بتاعته بص خلينا نفرق بين يعني انت قلت كذا حاجة اولا انا رأي ان العمومة الفنان يعبر عموقف سياسي ده خيار الفنان يختار عمل يبعد بيه رسالة سياسية مباشرة او غير مباشرة رسالة دينية لا دينية اجتماعية ناصري صلاحة بو سيط ناصري فاحنا عندنا هنا مجموعة ناصريين هي مسؤولة عن الفيلم ده فلما سأل عمر الشريف قال له انت عملت فيلم يهاجب قال له انا شخصية عجبتني شخصية العم ده اللي هو قال لي انا انا مخدتش بالي اول انه بيهاجم السادقة او انا كشخص ان هو عمر الشريف يظاهر بعدها ولعبد الناصر بس هو بصل الموضوع من وجهتين النظر هو من وجهة نظر انه عايز يمثب وان ده دور عجبه ومن وجهة نظر انه هو مش لازم هو رجل يتربى بره ومش لازم الفيلم يكون بيعبر قوي عن وجهة نظر عدل اي مرة ما عمل احنا بتوعب اوتوبيس من وجهة نظر احنا بتوعب اوتوبيس عدل ما ما كانش في مرحلة الفنين اللي بيختار قوي واكيد احنا بتوعب اوتوبيس زي وزي الكارنك زي وزي امرأة من الزجاج زي وزي القطة السمان زي وزي وراء الشمس كل الافلام دي اكيد بص يعني انا زي عم الغرب مش هقدر اقول الافلام يا نازيل الفكر هو اكتر فيلم انا حاسس ان هو معمول فعلا عشان يعبر عن وجهة نظر صنعه انه ما بقى الافلام دي حاسس انها فيها سمت مش هقول نفاق بس سمت تزلف للسلطة او تقرر او تصفية الحساب مع السلطة القديمة لصالح السلطة الجديدة ما بقى فيها الكارنك ليه؟ لان الفيلم لما يكون بيه من اول لحظة زي احنا هو معمول عشان يبايد ان فيش حالة كويسة في عصر عبدالناصر خالص وانه ده عصر مش بس على مستوى المعتقلات والتعذيب واللي كان موجود والفساد لا بس اونا عامل الفيلم كله دي من اول و الاخر عشان اقول ان العصر ده سيء وان في الاخر الشمس التشرق في الاخر وان خلاص السادات حرق الشرايط وما فيش تسجيلات وما فيش معتقلات مش بايديهم ايه او معندهمش موك يكون عادل امامة اي حتى بيكربع الناصر اكيه مش موافق على المعتقلات الا الناس مجانين بقى يوم ان زي فيه ناس فيه ناس دلوقتي لما تشوك في فيديوهات قاعة الخلد بتاع صدام حسينما بيؤمر باعدام الناس فيديو قاسي جدا فيه ناس يوري هستحبكم فيه ناس مجانين بقى دي الناس يتعالج بقى انا عادي مش هيلاقي ان الاعدامات والتعزيف والاعتقلات دي حاجة ممكن نمررها في اي سياق لا بس فيه ناس فيه ناس بتنكر يعني فيه ناس بتقولك ان لا ما حصلش بالشكل ده او مش بالكم ده او مش الحاجات يعني فيه ناس بتنكر برده يعني فيه ناس قضي مش شرط ان هو يقول ان ما حصلش تماما بس بينكر او بيخفف او من وطقة اللي حصل يعني عين الرضا زي ما بيقول بيت الشاعر كده يعني طيب فهو ما شايفين هو اللي بيحب عبدالناصري هاي اقولك لا هو فيه اعتقالات كان بتتمي من غير موافقته من وراء ظهره كان بيقالي الكلام ده دي خلاص الناس بتقول الكلام ده بس الوحيد كان بيشهد مقاشات ناصرية شبابية زمان فيه اواخر التسعينات كان لسه ما فيش انترنت وما فيش مش عارفين اللي هي الصورة قطة عبدالناصر الشهيرة دي اللي اللي يتعذر فكان الناس بيقولوا لا هو ما كانش يعرف كل الاعتقالات هو كان مهدد من الخارج بس الناس بصوتها خافت لأ القضي ان عادل امام ممكن عادل لما شارك في احنا بتوع الاوتوبيس شارك علشان يثبت اقدامه في الزائل اللي بيشارك في الاختيار مثلا يعني عسل المساج هو اه كان يعني ممكن يعني هو طبعا السياقات السياسية احيانا بتسقط او السياقات الزمنية وبيفضل الفيلم نفسه كعمل فني وسيخة كده اه انت كمشاهد ممكن تحطه في السياقات يعني ممكن تقول ان الفيلم ده اتعمل هو اه في معتقلات وان كان لازم يتعمل وفي ناس بتقول الفيلم ده اتعمل بايعاز او بتشجيع من النظام في هذا الوقت تصفية الحسابات مع النظام السابق بتاع زي ما السادات في اول عصر راح ينحنى قدام تمسال عبد النصر انتحنى اشعائينا كده ثم بعد ذلك جاب مصطفى امين وعلي وامين والورداني وصالح جودت وكل الناس دي اطعوا في عبد النصر اطعوه شفوف الجرائط يعني بس اول سنة بس ايه بتبقى الاول يجوم الداني اعتبشي ازاي واشتغل على مراكز القوة والكلام ده ورما استتبى له الامر طح بقى في العصر الامليين بس سألي واحدة انت ربعتني النقطة مهمة جدا جدا يعني انت كده هتخليني عيد نظر في حاجات كتير قوي ان كان في وجهة نظر انت بتقول عنا دلوقتي ان ممكن فعلا في بداية عصر السادات او في بداية يعني في موجة الافلام الكاردنك والحجال دي كلها كان ممكن يتبص فعلا ان هو عبد النصر مش المسؤول لا ده شمس بدران ده حمز البسيوني ده كذا ده كذا فممكن فعلا حتى هو قوانس بس الحواري وعشرين ايوه لانه ما كانش بيتنص على فكرة انه هو وحش انه هو كذا زي برضه في بداية عصر مبارك لما انتوا جبتوا في الحلقة بتاعت مبارك والفنون انه ما كانش السادات بيتهاجم بشكل مباشر عن موجة الانفتاح غير في اعمال محدودة قوي يعني زي ما ايمن قال اللي هو بحيرة التمساح زي ما انت قلت الهجامة وتحت الصفر والحاجات دي اه في اعمال ميلة اه لابع صفره اهل القمة والمواطن مصري بس اللي هو اكتر فيلم هاجم السادات بشكل واضح جدا لما كان حسن خوصي شاور عليه وقال لك ده رجل مش هكلفتي ايوه وغير كمال الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو زيادة السيد الرئيس اللي هو تمثل برمز مباشر ليه يعني ففعلا اه لا هو يبقى انت كده فعلا زي ما بيقولك ان عادل الامام لا يبقى هو ما كانش بالنسباله ده ضد الايديولوجي بتاعته لا هو بيهاجم العصر بس ما يهاجمش عبدالناصر عبدالناصر بالنسباله هو العدالة الاجتماعية هو حقوق العمال والفقرة هو التأميم والحاجات الكتير الكويسة اللي عادل استفادة اللقاء العادل الامام بعد فيلم حسن ومرقص كان مع البي بي سي اتفاجئت انه هو كان لحد الوقت ده بيتكلم عن فكرة القومية العربية هي كان حد بيتكلمه بيتكلم انه راح المغرب في مهرجان موازين او حاجة فعادل الامام لحد سنة 2008 او 2009 هو كان مؤمن فعلا بفكرة العروبة والقومية مؤمن بها بجد يعني انا قلت حتى معقولة لسه بيتكلم وبيعبر عن حيثة لا هو فعلا مؤمن بدا لحد الفترة دي فهو لما كان بيحب عبد الناصر او كده هو بالنسبة لفكرة القومية العربية والحاجات دي كلها مش مكانش بيهاجمها بقى في افلامه لا هو كان يهاجم زي ما بيقولوا كده لحواليه او الظروف اللي حصلت اللي ممكن عبد الناصر ما كانش مسؤول عنها قل بالك كمان انتوجت نقطة مهمة وانا هزود عليها ان عادل الامام بيارب في نفسه زعيم فني يعني عادل الامام عنده فكرة الزعمة الفنية وفكرة التأثير يعني وحتى لو تاخد بالك لما عمل لقاء مصقر مع صباح كده كان بيقول لها انت احد المسؤولين عن جامعة الدول العربية الفنية وانت اهم من الوزراء والسياسيين وهي الفكرة دي كانت موجودة في المكرسوم وانا رأي ان الامتداد المصري الاهم بعد المكرسوم هو عادل الامام يعني ناس ما بتشوفش الموضوع ده وبتشوف عادل الامام اهل من كده بكتير بس هو حقيقة الامر لا عادل الامام اجيال كتير اللي اصغر مني بشوية واللي ادي واللي اكبر مننا العرب على اختلاف جنسياتهم عادل الامام مهم جدا ليهم عادل الامام مهم في العراق وكردستان بشكل غير عادي عادل الامام مهم في شمال افريق بشكل غير عادي يعني نان في لبنان وكده مهم دي الدول اللي انا زورتها والدول اللي انا يعني اقدر معرفش الخليج ايه يعني بس الخليج يعني حسيتهم اه بيحبوا عادل وعادل محبوب بس مش على مستوى قاعفي زي الدول اللي قلتها لك يعني عادل اما رأي صور في كردستان في اربيل فرق ناجع طلوة انا روحت اربيل ثلاث مرات يعني الناس ما يعرفوا ان انا مصري ويمتد الحوار وانا كعادل جاه اصور هنا وصور القلعة هنا وصور مش عارف ايه و ايه و ايه عادل لما راح الالاء برضو عرض هناك مصلحية خايبانة بتاعته بودي جارد دي هو عادل مسا كممكن يستغل هذا الحفاوة هذا زي ما نقول ايه الناس كلهم بيحبوا وهذه الحفاوة وانه يعمل عرض مخترم شوية زي الزعيم مسا ان مودي جارد كان خيار جنيب جدا لا انا ممكن اقول لك على الحتة دي اللي انا نهزه او اللي انا استشفيته ان هو كان محبوب جدا من يعني طبعا الشعوب كلها يعقوا بيحبوه بس من ناحية الدول الخليج بالذات هو محبوب جدا على مستوى القاعدة الشعبية لكن مش من ناحية الانظمة ممكن برضو عشان فكرة القومية والعروبية لكن مثلا الانظمة سوريا يعني النظام السوري والنظام العراقي والانظمة دي لا هو كان محبوب لهم وكان بيزورهم بشكل مواهد يعني مكسف وفي تونس وكده كان برضو الانظمة لانه كان لسه متكرم يعني الرئيس التونسي السابق القايد السابق فهو لا هو ليه تعاملين؟ تعامل مع الانظمة وتعامل مع الشعوب اه اه فهو مع الانظمة الخالجية يعني السعودية او كده لا ما كانش بالاهتمام مع ان هو مدعوم اعلاميا جدا منهم كم بي سي وحاجات دي لكن كسياسة او كده انه يتقابل او حاجات زي لا ما كانش بالدرجة دي علاقات شخصية بالأمر او كده اه كانت موجودة لكن كأنه يظهر في صورة او لقاء او كده ما ما شفتاش ابدا ما ما لاحستاش على طول عمره ابدا يعني بس هو انا فاكل برضو لما جيه راح عرض في العراق وبعدين الكويت كان فيه ناس في الكويت بيهاجموه ازاي ده جاي من العراق ومش عارفه وكلامنا اللي جادة طبعا ان الكويت فيها يعني شريحة اخوان مسلمين مسيطرة في البرلمان فهوما ضد الفن بشكل عام بقى زي السعودية ما كانش فيه فن في السعودية يعني عادي ما كانش يقدر يعرف مصرحياته طبعا فيها من الاتهات واحدة 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 لا بس كانوا بيجولوا هنا بقى كانوا بيجولوا الحالات الطيران انا بكر الزعيم لما حضرت الزعيم كان عاديين كنت قاعدة انا وجدتي وجاد جام جاموا كرسيين سبير كده في المنارة فطبعا اينا بين الشطين بقى السبت السعودية قاعدة تتكلم مع جدتي بقى وتسألها وقالت لا احنا جايين من الطيارة على هنا ايو ايو وبعتوا واحد قالوا لهم انت ذاكر خرصة لهم هنحضر يعني هنحضر فعملوا لهم كرسي سبير في المهر لا هو بروجرامة هو بروجرامة الرحلة انت هتسافر هتطلع من كزا هتنزل هتحضر المسرحية هتنزل عادل هتروح لعادل وتروح لمسرحيات هم يعني انت في اي تصوير مسرحية بتشوف صفة او اثنين خالجيين عاديم يعني بالشماع وهم الناس في حال ان احب الضحك بدليل ان هو لما عمله موسيب الرياض دلوقتي ناجح جدا عندهم موسيب الرياض يقدم حاجات انا كنا منقدمها بنفس نفس نفس الدماغ التمانينات التسعينات هو ده بقى سانياح عشان انا عايز ادخل لك على الحتة دي هي اخر حاجة بقى وهنشتكم البعض لا لا هي دي اخر حاجة خالص موسيب الرياض ليه هم شايفين ان هو ده الفن اللي لازم يتقدم في موسيب الرياض يعني انا معجب جدا بتجربة السعودية في الانفتاح والتغيير والحاجات دي كلها لكن ليه التركيز على ان شكل الفنون اللي بيتقدم في موسيب الرياض تحديدا يكون بالدرجة دي ليه ما يبقاش فيه اهتمام بحاجة اكبر يعني طبعا اكيد نفيش مشكلة في التمويل او الكتاب او الحاجات دي كلها ليه مركزين ان العمل يكون مبهر اوي بصريا او كده وفيه نجوم وفيه فنانين لكن كقيمة فنية ما افتكرش ان فيه اي مصرحية من دول مثلا لو اتصورت واتعرضت هيبقالها القيمة الفنية او القيمة النقاد مثلا يقولوا ان فيها فكرة جديدة فيها مفهوم او حتى فيها فكرة فنية جديدة مش هتكلم عن فكرة مثلا فلسفية او حاجة لا فكرة فنية حتى جديدة وطبعا هندخل من ده لنجم الشباك السعودي الاستاذ بايوم فؤاد يعني الناس كتير ما تعرفش ان الاستاذ بايوم فؤاد هو نجم الشباك في السعودية اللي هو الفيلم في مصر اعلى ارادات اعلى ارادات وقفت رجالة وشجر دادي فهو ان شخص مثلا في فيلمه في مصر يحقق ربعمائة وخمسمائة ألف ومليون واثنين مليون بالعافية في السعودية بيحقق ملايين ملايين كتير قوي فهل انت شايف طبعا هنتكلم اولا على الموقف اللي عمل وبيومه فؤاد تمام بالنسب لك انت شايفه دا يعني يتفسر بايه وطاني حاجة تقييم موسم الرياض بشكل عام بشكل فني في ناحية المسرحيات بس يعني هنالاش عرقة بالعنشاط الثانية كلها من ناحية المسرحيات طبعا لانك محد للمسرح وبما انك حضرت المسرح وشفت المسرح في كل احواله يعني انت شفت المسرح الجد ومسرح هازلي وشفت زي اللي بتعرض دا شفت اكيد كتير على المسرح انا شفت جون مالكوفيتش على المسرح في لندن بيعمل الحارس بتاعت هارول بينتر وشفت فانت موفزة أوبرا وشفت حاجات كتير يعني اللي اعبص وشفت الكوميدي فرانساز وكلام من دا بترانسة فعال يعني اتيح ليه وكنت سعيد الحظ ان انا شفت مسرح اتبرة كمان اه اولا فيه مشكلة كبيرة كده ان اولا احنا ما شفناش المسرحيات دي احنا من طريق سماعي طرق عارفين او قادرنا الى حد ما نستنتج الاوتبوت حيبعمل ازاي؟ يعني ان مسرحيات بيتعامل بروبات في اسبوع ومين اللي بيكتبها عارفين بيكتبوا ايه وبيكتبوا فين وكده وشكل اللي هم بيعملوه فاحنا عمل القياس كده يعني زي مثل ما تلواتي واحد يسألك ايه رايك في مسرح يا الراحاني انت هتجيب كل اللي تكتب عن مسرح يا الراحاني وتقول ما فيه ناس كبت هاجم مسرح يا الراحاني طب انت كنت عامل حاجة في ام بي سي سماء مهرجان نجوم الدين وجبت فيها محمد نجم وسامير غانم واحمد بدين وحبت فيهم مسرحيات يشدر ما فيه معنى هؤلاء الناس لو تخدموا حاجة احسر بس اوكي انت صورت لهم مسرحيات تعرضت يوم ويومين وصورتها وعربتها على ام بي سي طب ايه ما انا بتصور حاجات بتعرضها؟ ولا انت بتعتبر ان من ده يعني من احنا درجة تانية مثلا مش ده يتاع ليهم المسرحيات يعني ايه يعني احنا مثلا لو انت تعلم اربع خمس سنين كده روح لعمد ميكي قولونا عايزة بتعمل مسرح لا اعمد 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 بروبار وفي الاخر اعتر اعمل تذكرة بألفين جنيه فالناس ما تجيش ومش عارف ايه لما راح راح عمل في سأل في ست ساعات عمل مسرحي شيك وشام اصلا ما تجروش في المجوه ايهى هتلاقواوا المسرح الماسرح ا أوه... عاملوا مسرح محمد سعب اللي أنا انا شايف اقليد مسرح وشفته في التبابير وشفته فروتة اقردي على المسرح وكان قاعد يعمل في بروبة مسرحيت اللمبي اللي هي نارماندي تودى ان ستفاقيت اический تبطرة كل شوية وعلى مسرح الفردوس وباين ما شفناش المسرحات لما قلوا له مو موص من رياض جيره برضو في ست ساعات لتبعمل المسرحيتين مش مسرحية واحدة يبقى احنا فهمنا ان المشكلة في الفلوس ومش عيد يعني اكيد الانتاج حيشتغل مفيش انتاج مش هشتغل فينا زمان ممسيج لو يحبوا المسرح فبينتجوا او يتنازلوا عن جزء من اجروم او يشتغلوا قطعة او يقول لك انا مثلا هنقسم الشباك بيني وبين المنتج او 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 فيعلول انما اجيالة جديدة دي كلها شافت الديكلاين بتاع المسرح قدامها شافت الانهيار بتاع المسرح وشافت المسرح مرهق وهير مجزي وهير مجدي فبدأ التنصرف عنه ففهمنا ان فيه جابة وقزمة مصرح فمصر وكانش عندنا غير مصرح مصر وكانش عندنا غير ان احنا نتفرج على مصرح مصر فكانت حاجة كاريسية ومجموعة سكيتشات ومش عارفية فيه ناس عجبتها وفيه ناس كتحبة فكرة التفاعل الحي مع ممثلين والسوق مع ان ممثلين مصرح مصر اشتهروا من المصرح ودي حاجة نادرة بتحصلها برضو لازم نقولها يعني مثلا ممثل عادة بالزاد في الاجيال الجديدة كان يشتغل من السينما هو التلفزيون يروح يعمل مصرح بعد كده يعني هينيدي فضل يعمل مصرح بس روشتاش غير لما طلع في البخيل وقالة وطلع في بخيته عديلة انما هو كان لجمهور سايد زيان هينيدي كان الناس بتحبه جدا يعني انا شفت مسرحات مش البراشوت اللي بعديها عسكري لقدر واصح العبد في اسكندرية الناس لما طلع هينيدي ضحكوا قبل ما يعمل اي حاجة ليه لانه كان عامل بقى بخيل وانا وعمل مش عارفية فالناس ايه حبيته وشافته انما مجموعة مصرح مصر شهر ومصر شهر احنا كلنا في البيت عاديم انت مفهمتش انا مفهمتش ليه شهر او فتأة شهر ازاي فيه منهم ناس موهوبة وفيه منهم نص موهوبة وفيه منهم نص موهوبة وفيه ناس رمع موهوبة بس همم عملوش حاجة لسه وفيش هاد فيهم عمل اي حاجة عليها لقيمة حتى الان بس في حاجات ببدا استشعر ان فلانا محمد عبد الرحمن ده موهوب عادي روية لو هوب عن المصرح مش موهوب خالص على السيني ممكن يطلع في التليفزيون شوية مش عارف خاطر موهوب في حاجة مثل انه حاجة بس تقدر تقول مين فيهم كويس مين فيهم وحش بس هو ما حاجش فيهم عمالي حاجة ازايات اقيمة خالص مش ازايات اقيمة حاجة حتى يعني ملفوفة كويس حتى مدرقت يعني مفيش فالجيل ده ما شافش مصرح ما حبش المصرح حتى احمد حلمي لما تلاقى سكيمة ويقول كما ان المصرح معه علاء الله يرحمه علاء ليه علاء كان قردش اخال مصرح جامد اوي علاء اشتغل مصرح قلدوا يعلموا كانت تحب مصرح . ماتVE هوب يعمل لما بابا ينام ان ما جيه الميكي بقى اه اه شيكو وهشام الناس دي ما ترجوش مصرخ خالص ما ت aveلجوش على المصرخ حصا متي معا اكبر من راجل مخرج الى سيد كامε وبعالين بيمسط شيكو وهشام ما أظنش أنهم أعملوا حتى يعني حتى ما كنوش من الناس اللي تعمل مصرح في الكلية زي الأجيال اللي قابلينه هينيه دي كبير لا لا ما عملوش خالص هم بدأوا من الهوم فيديوز اللي عملوها في الأول بالضبط له رجال اللي تعرف المستحيل والكلام ده بالضبط له بعدين عملوا المسلسل اللي عملوه ده وان ورق شفرة وانطلق قوي عمش أنت بتقول إحنا عايزين نعرف مستوى المسرحيات دي في الكتابة والإخراج والتمثيل شكل ويد تمام؟ أنا أقدر أكد لك أن هو ده نفس اللي انت كنت بتشوفه في مصرح مصر بالضبط هو أقرب لفكرة السكتش آه السكتش الطويل مش مسرحية وإيه اللي يخليلي متأكد من ده وقت عرض المسرحية هناك قد إيه هي بتبقى ساعة ساعة ونص إحنا مش بنتكلم في مسرحية ليها في صول أول وتاري لا إحنا نتكلم في توقيت صغير النجوم يعني آه ما بيتحضرش فترات طويلة ومش عارف إيه والقائمين على المسرحيات دي بنوا عظمهم هم اللي كانوا قائمين على مسرح مصر اللي كانوا بتعود على MBC فهي فكرتهم بل مصرح مصرح مصر آه يعني أنا أقول لك فكرة الأول آه وأنا عايز أقولك حاجة يعني أنا كمان أعتقد من أسامي المسرحيات لأنني يعني بتابع الأسامي كتير أول أعتقد كمان إن كتير منهم هيبقى هو سفوف على حاجات أو مسرحيات أو أفلان أو واحد فكرة فيلم أو مسرحية آه مش فكرة أوريجنال مش حاجة بص أنا عايز أقولك حاجة إن أنا من حوالي سنتين كده كان حد طلب مني إن أنا أكتب فيتشار وتقرير مفصل عن مسرح الرياض فأطرهم إزاي يا جماعة؟ يعني حد يعني 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 إيه وجالت أنباء وكتير بطرهم إزاي يا جماعة أنا أشوف حاجة بحاجة عينة مش فتاة مش إزاي خمام؟ وبعد دخلت دورت في كل الجرائج الصعودية اللي عن إنترنت أو أو حتى الجرائج اللي بتبتوتها E.D.F وقابل الاشتراك وكده ورجعت أطرهم أنا مش شاهد مقالة نقدية واحدة تتناول عرض بالسلبة أو بالإيه مش شاهد تحليل بالعرض دخلت على تويتر إن أنا شوف مثلا هاشتاجات بتتكلم على مثلا مصرحات كذا وناس بقى منقسمة بين مؤيد ومعارض آآ لا شفت ده قليل جدا واحد دخل مثلا يقول إيه الارف ده واحد دخل يقول بتحجنة وحاجات كلها برضو لها تصلح بأي حال من الأحوال نكون مادة لإعداد تقرير على المصرحيات دي لا في ريفيوهات لا في حتى مثلا مثلا مستضفين ناس من كواليس المصرحية وبيحكوا وكمور طالع وبيقول دي عملوها مرة ولدوها بعد كده عبرها مرة ومرة إيه آآ مش عارف ايه ايه في مصرحية لعملها خارج شارل عبدالحليم حافز هناك دي عملوها تخطية شوية يمكن بتاع عامل معاها على إنها عمل إلى حد ما جاد فممكن نعمله كافرينج يعني بقى الحاجات كأنها كأنها نمرة يعني أنا ياسف في التعبير كأنها نمرة في نايت لا لطيفة جدا خلاص خلصت خلاص مش مهتمة وثقها ولا عمل ريفيو عنها ولا صورها معاش أصلا ما صوروهم ولا لك يعني أعتقد يصوروهم بس تعرضوش يعني بس أعتقد صوروهم يعني مش هيفوتوا حاجة زي دين ده كونتنت هايب أكيد هايبالك عمش كونومي يعني اه ممكن يقول لك لا أنا بدلا ما أدفع لده واثنين مليون ما سأدفع له مليون وما صوروه معرفش يعني بس هوا عدم تصوير المساحات دي وعدم عرضها على شاهد شيء غريب جدا اه ده اللي الغريب فعلنا يعني كنت بالثانية تنزل على شاهد يعني علامة استخدام علامة استخدام كبيرة جدا بس أقول لك حاجة في حاجة في حدث ممكن يجاوبلنا على أسئلة كتير من اللي هم نسألها إن مثلا لما حصل موقف مع محمد سلم وتشامل مصرحية محمد أنور خد وقت تخدير قد إيه عشان يروح يقدم العرض يا أحمد في القطاع الخاص إنت لو تشوف مثلا عادي الإمام هو بيحكي عنه إن أنا مصطفة متولي مهد فجابة ده لو محمد أبو داود يعني بعديها في 24 ساعة كان أبو داود قال له عادي الإمام نفس هو بيحكي لما قال أنا كنت جايب المصرح الجامعة وروحت أشتغل فأنا وهو وهي عادي الإمام المدولي قال لي خد من ملأة قال لي اسمع من ملأة وانت شوية شوية بص مصرح القطاع الخاص إنها حضارة كواليس وحضارة كواليس وكذا مصرحية يعني مصرح القطاع الخاص لا حاجة له ليه زي ما أنت وتخيل كده ليه لا كمان مصرح القطاع الخاص بيعتمد بشكل أساسي إن اللي هيدحك من سلام مش هو اللي هيدحك من أنور بطبيعة الحياة فأنور حييجي حيقول له الشخصية عاملة إزاي والمواقف عاملة إزاي وهو حيما جاي معاه إفهاته اللي جايبها تجيبه على رأي محمد ساعد بقول لك أنا معي إفهات جاني يقول دائمًا كده مش مهم المواقف أنا معي إفهاتي وجيدي واخر بالك تعيش حطت إفهاتي آه مظبط فأول راجل يعني في الأسبوع أنت قادر بدأ من النص موجود والمصرحية موجود والممثلين موجود أنا هقول لك المواقف وده مرضو آه ده بس بس اللي انت بتقول عليه ده بيحصل حصل وبيحصل عندنا في مصر بثير أولا في مصر حالات القطاع الخاص بس في مصرحية قطاع خاص قوي يعني مثل مصرحية زيق على الرصيف قد جلش لهو ما ينفعش تشيل ممثل وهي يعمل على الرصيف في ثلاثة أيام مصرح محمد صبح ينفعش تشيل ممثل ويعمل آآ في ثلاثة أيام لأن في مصرحياني قطاع رعية وسكينة مثلا أكيد لما مشيت حن بأحمد وعشان تجيب أحمد بدير مكانه ما كانش ينفع مصرحية الهلية رعية وما فيهاش قوي بفجرة السينة ان انت تنسى المصرحية فين في حاجة اسمها ينفتح سينة قلوبة أهل المصرح يعني ايه سينة معينة يقول لك سينة مثلا زي سميرة غانة سينة الاوتوبيس اللي هو السينة ترنوح لما نزل وريك الاوتوبيس وفيه علا بقال ريما رجل بيقره وفيه واحد بقال وسجوها مش عارف ينزل الاوتوبيس ليه ليه فيه اللطيف بدأ سمير غانة دي سينة ملهاش علاقة او بالنقبل بالمصرحية ملهاش علاقة بالحدث اللي بيحصل بس هي سينة مختلقة عشان تضحك زي مثلا سينة تريس في امر الدكتور وهي من اعظم السينات بالطريق المصرح مصر اللي بتضحك لو ربع ساعة بلوك كده ملوش علاقة بالحداث في كده فيه عمر الشريف والفريق المصر ومش عارف ايه والكلام ده كله نذيذ جدا ومضحك جدا فدي هنا ممكن سمير غانم يلاكم السينة ليه في أية مصرحية يعني ممكن سينة بس هقول لك حاجة أنا عارف طبعا أنا فاهم المصرح القطاع الخاص هو قايم في الأول وفي الآخر على البطل الفرسير اللي هيقدر اللي ممكن يعني يطلع المصرح لوحده ويعمل لك سينة ورا سينة يخلص لك المصرحية بس هل انت شايف اي حد من النجوم اللي بيعملوا الحاجات دي فعلا يقدر يقف يعمل سينة زي دي لوحده أنا مش شايف اي حد منهم مفيش اي حد منهم بيقدر يركض لا اعرفوا دي حدوتة تانية عشان هما مش في السرارة عشان هما مش سينة طبعا طبعا عشان هما ما عندهمش خبرة يعني أنا شفت أنا سلام شفته في مسارح الجامعة وسلام على المصرح قوي وانور عموار عموار المصرح أنا شفت قهوة سادة وقرايب تاني يعني قعدت عيد المشاهد اللي منها لا سلام عنده عنده اداء مصرحي كويس يعني مقبول بس الفارق اقوى منه عن المصرح كتير بس الفارق اقوى منه كتير عن المصرح اه لا أنا شفته في مسرحية واحدة كنا بنعملها فانو كنت بمثل بيها اخراج رمي السكال لمنتج وهو كان مخر المصرحي طوال الوقت وبالنعم روباط مع بعض وسلام لذيذ وذكي وبيحفظ بسرعة أو كده بس فارق كان حاجة مختلفة يعني فارق عن المصرح شفان يعني يعني فارق ليه مسرحية أناك على فكرة فارق ليه مسرحية في الموسم ده اه فلا بس فارق كرييتف كمان في المصر كرييتف أولا لا أنا فارق فارق بالنسبة لي واحد من أهم المبدعين الموجودين ده أنا بحبه أصلا فأخبر الله حاجات بي أعملها تمام طبعا بس أنا أنا عايزك برضو تركزي على موضوع يعني بيوت وقادة على الموقف اللي خادره إن إحما تكرماش عنه خالص إنت شايف هل في شيء يفصل اللي هو عمله ده؟ هو موقف بيوت ممكن واحد يتفهمه في إطار إيه إنه هو بعد اللي عمله سلام مع الفجر سلام مزيدش على حد بس نسكت لها هو مزيدش هو مجل تقالي حاجة على طويل وشاف إنه هو دي كمان مش مجرد هو سلام ما بيحتزرش وسلام كمان يعني زي بيدقن على جرس كده اللي هو يا جماعة اللي بياح أنا ده ده مساهمتي في اللي بياح صد تمام مش بس إن أنا حتى لو بيقمه هو مش قصده كده قوي بس فيه تأثير ما لفيديو سلام مهم جدا هو الأسف التأثير السيء من وجهة نظري إن الناس بتاع تقول هذول الفنانين أو شوف ده اللي تلع عدل فيهم على أساس إن فيه طبعا بتعارف صورة منطبعة في الوعي الجامعة إن الفنان ده شخص بتاع هالس ومضحك الملك عشان كده إما جات الثورة فالناس قاعد يقولوا بقى قايمة السوداء ودول فنانين معنا أو فنانين ضد والحواديد دي هو أبي يومي فؤاد أنا من وجهة نظري مش ذاكي ليه؟ لأنه هو ما بلاعش قال أنا يا جماعة متعاطف مع غزة ومفيش حد فينا مش مع اللي بيحصل بس ده شغلنا هو ما قالش كده هو أنكر عمل يعني كارنتين عزل الموضوع الجلل ده اللي بيحصل على الساحة ده زي بالظلط ما تطلع بقى 25 يناير وتبقى تتكلفة ما تذكرش مثلا 28 يناير في حدث جلل كل الناس كان غزبا عنها لأنهم إحنا في السياق وكذلك ما حدث في غزة كان حدث ضخم جدا فكون أنا بنتكلم على أساس اللي ده مش موجود ده كمان أظن أشع يعني أنا غزم يا من الأرض شخصي بتفرق ايه يا عم اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم على خناء عادية بينك ومحمد سلام كانت بتتكلم على واحدة أنا لا لا مش حروب موسم الرياض علشان دول بيهزقوا الناس إذاك مثلا هقول لك حاجة بصا أنا كنت قلتها لا ده قال له انت من حقك تتعبز بالسرعة بصا قلت له بالظبط اللي بايومي فؤاد قاله ده هو كأنه بالظبط طالع يهاجب واحد زميله قرر يقول يا جماعة أنا شايف أن الفن حرام وما فيش حاجة من ديب اللي منعملها صح وإحنا إزاي بندحك ونهزر ونرقص وكلام ده كله ما يفعش راجل مثلا يلبس هو طلع هاجم ده بالظبط بمعزل عن كل الصياق اللي الفيديو أصلا معمول عشان هو لا هو سلام ما قالش ما قالش الفن حرام لا 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 أنا مش حاجة ده أنا بقول هو بايومي فؤاد رده كأن سلام قال كده كأن سلام ده فنانة معتزلة كأنه شمس البروده طلع قالت يا جماعة بصوا اللي احنا بنعمله ده غلط وحراب هو ما قالش أي حاجة من ديه هو بيقول يا جماعة فيه موقف حدث كبير بيحصل دلوقتي وأنا مش فاهم ازاي احنا هنعمل ده والحدث ده بيحصل أنا معديش مشكلة انه بعمل ده طول الوقت فهو طلع يقول له انت ازاي بتعتذر من حقك تعتذر بس مش من حقك انك تهاجم فنك هو ما هجبش فنه هو بيحترم فنه هو نفسه في الفيديو قال أنا عارف ان الدحك ده حاجة حلوة وحاجة مفيدة ودي حاجة أنا سخور ان انا عملها لكن انا مش شايف ان انا هقدر اعملها دلوقتي فهو معلق كلامه كله على الظرف معين متعلق بحدث معين فانت طلعت هاجمه على شيء هو ما قالوش في السياق انت مقتطع تنمى من الحاجة اللي هو بيتكلم عنه وبيتكلم عن بيحصل ده في ظل ما بيحصل كذا ما بيتكلمش على انت بتعمله وما قالكش ده وتاني حاجة بقى طبعا اللي هو قالو والنا بقى يعني شايف ان هو ما كانش برتب له اصلا ان هو طلع قال بقى احنا بنقدم فن احنا مش جايين ندحك اللي هو الكلام المتناقض اللي جاب على البيض حلو بس هو كل الكلام اللي قالو بيومي ده ده عبارة عن تراكم ان هو اعمال يتشتب ويتهاجم وعمف شديد جدا من ساعة فيديو سلام بل من قبل فيديو سلام كمان من اول ما نزلت الصور لو تاخد بالك كان الصور نزلت الاول وشتم وكل حتى على صفحة شيكو نفسه يعني شيكو كان اول لحظة باين ان هو متعاطف مع القضية بس على صفحته الناس شتمته عشانه طبعا الجمهور في جزء منه جمهور غوغائك جزء من جمهور المصاف في اسلاميين فيه زبار الكتروني فيه ناس بتعطب عن رأياله وده حوره فيه ناس بتزدري الفنوم فيه ناس بتتعط يعني بتشوف الفنوم بس تزدريها وتشوف انها مش مهمة ومفيش وقتها في المعامع الكبرى ومش وقتها وفيه ناس بتشوف ان الفن ده شيء يعني هو مغرى التسليح كده وعلى فكرة يعني خلينا نتنقش في القضية دي عشان برضو يعني انا بقى محكش فكرة الفن تسليح بس دي اللي بيتلعولها محمود كميدا انت كده انت كده انت كده انت خلنا في ساعة تانية اه انت كده انت خلنا في ساعة تانية فانا انا شوفت بايومي انا شوفت بايومي ايه لما شوفته كده او طالع انا اعرفه يعني اشتغلنا مع بعض زمان او مصر فعارف هو بتعصب ازال يعني فشوفت ان هو الراجل اللي عمالي يقرأ الناس اللي بتشتموا من ساعة مصورة نزل بايد طبعا لما سلام نزل المتاعه هو الليفل الشيتيمة عين بس مش على بايومي تادوا بقى انوار واخر بالا ثم اه في واحد تلع قال انا معا ده بايومي فؤاد هاجم محمد سلام اه ده قبلها بيوم اه قبلها بيوم بالصدر اه اه لا قبلها بيوم فابلها بيوم في ناس حديقين قوي كده يعني هتلاقيهم دائما بقول لك لا ده كلام فارق زي مثلا اللي هو فكرة ان سلام باستوعد مش عارف من ايه او ان شاهد مش هتاخد كبير ودي ممكن تجيب اتناشت الحاجات دي كلها مش مش ماخر ففي ناس قلم كده على الفيديو بقول لك لا لابا يومي ما هاجم فرح تلع الفيديو على طول بعديها بيوم يعني كان في فرق الفيديو لما تلع ربنا يا مسيها بالخير ساوسا بادر يعني هي اشهر مثال اللي انت بتقول عليه اللي هو موضوع يتناقش لا هو بيتناقش وبيتاخد قرارات ده انت لو عملت حاجات معينة اه انت هتبقى كانسلد من الاعمال السعودية يعني اللي ما احقل لانيسة عندنا قصة بسم الصمرة لما تلع الفيديو يعني الرجل اللي اعتذر وره وابينه ده ده كلهم فلغاية ما البداعات عارض مديرش هيتعلم هو مogloك اعطلكo خاشر ممكن احزxo يعني برده يعني برضه اه طبعا انا بحبه محمد سلام جدا واضيولوجية معينة انا الاش شاهد ان ده الاساس انك تدفع عنها من خلاله لان هي ده قضية من الاول والاخر هي لها شريحة واسعة جدا وتمتدي من كل الايدولوجيات الانسانية العربية كل حاجة في الدنيا بس انا كنت اتمنى من محمد سلام عشان انا يعني بحبه لها انه كان برضو يكون اسكى شوية يعني اسكى حتة صغيرة بس في اللي بيقولوا انه كان يضيف حتة صغيرة كانت هتجنبوا كل الاثار اللي حصلت دي تمام انه يقول يا جماعة انا عارف ان ان احنا اه ان الفن في نفسه هو سلاح مقاومة وان احنا ممكن نقول احنا بالعكس احنا هنكمل موسم الرياض عشان مش انت اللي هتخلينا تغير عادتنا او الاجندة بتاعتنا احنا هنقاومك بكذا تمام وكنت برضو اتمنى من ناحية التانية ان يحصل برضو يقولوا ده يقولوا يا جماعة احنا مش بنقدم قرفيه بس احنا بنقدم يعني حياة كاملة بنقول اللي عايز يورينا ان احنا هنموتكو ان احنا هنخليكو تغيروا نمط حياتكو الكلام ده كله لا احنا هنقدر نقومك وهنعيش وهندحك وهنقدم فن وهنعمل كل حاجة فكان الموضوع ممكن يمشي بالنحيتين زي ما عاد الإمام في يوم لما كان مثلا قال مثلا الحادس اللي احنا كنا كنا كلمنا عنه بعد قصيوت هو راح يواجه التطرف بالفن لانه عارف ان اسلاح الفن ده هو اللي كان متوجه له السهام والنقد وهم عايزين يقضوا عليه فعايز يقولهم لا انا مش هواجهكو بالسلاح اللي انتو ممكن تنتصروا علي فيه اللي هو الوعزة او الخطابة انا هروح ودحك الناس في المكان اللي انتو عملتوا فيه المسرحية او وقفلتوا المسرح والكلام ده كله فكنت اتمنى ان الموضوع يحصل من ناحيتين لان انا برضو مش عايز ان يحصل هجوم كبير على السعودية في الوقت الحالي لان انا شايف ان هي لها دور مهم جدا احنا عندنا الانتاج بعافية شويتين ثلاثة ومحتاجين فلوس كتير عشان التجارب تكتر عشان حتى التجارب لو هي مش بالمستوى الكويس دلوقتي مع الوقت والفلوس هيطلع تجارب كويسة يعني انا شاهد بشوف عليها مثلا من ضمن كل عشرين مسلسل بشوف مسلسلين ثلاثة كويسين فانا ما كنتش عايز برضو الناس تاخد ان السعودية هي راسل الحربة في الهجوم ان هما دول لا ده هما قصدين اللي يغيبوا القضية لا هو موضوع مشكلة يا جماعة هما السعودية عندها هدف ان انا لو انا لغيت موسم الرياضة هيتبصل الموقف ده في شكل سياسي معين فانا مش هلغيه تمام بس كان ممكن يعني ادير المعركة دي باسلوب اسكى من كده شوية تمام سواء في المواجهة مع محمد سلام او في الفكرة كلها عموما لان انا برضو خلي بالك انا فيه حاجات كتير بشوف ناس ان فيه حسابات كتير قوي من اللي بتهاجم وبتوقع بين الاطراف كلها هي اصلا حسابات كلها فيك وحسابات كلها معروفة وبتفرج على الفنان بس بيشتموا وشايف ان ده شخص تافع شخص مانوش اي ايمة او كده فالناس دول بيجوا في الاوقات دي وينشطوا قوي وانا ما بحبش ان هما يلاقوا السحر بتاعتهم يعني فضي قوي حيث ان هما يتمددوا تاني اعرف انت الموجة اللي انت قلت عليها اللي ارتشرت في الثقافة المصرية في التسعينات او يعني اواخر التسعينات واول الفينات اللي احنا ما زلنا بنعلمين لحد دلوقتي اللي هو ان الثقافة بيتبصلها بشكل معين يعني ايه بخلفياتك وتخليك تحتقر الفنان مثلا او حاجة لان هو ده شخص ملوش ايمة لا هو شخص لي ايمة هو شخص مهم لو انت مش عجبك اللي بيقدمه او كده ما تتفرجش عليه لكن مش اللي هو ده تتفرج عليه وبعاين تطلع تقول ده رجوز او هلفوت او الحاج المعركة الكتير اللي بتدايق يعني تمام فانا كان المعركة كلها من الناحيتين سواء من الناحية دي او من الناحية دي كنت اتمنى ان كل واحد يقدم اللي يضيف للموضوع وفي نفس الوقت ما يخليش المعركة ماشية في الحتة بتاعت الفن والسعودية والمصرقات والمصرقات دي كلها والناحية التانية ما حدش بيبصل اللي بيحصل اصلا فوق لا اللي بيحصل فوق هو الاهم ما تعدش تشغل نفسك بمعارك جانبية المقصود منها ان انت تنشغل بيها بص الموضوع ده كلام انت قلت فيه كذا لير بس يعني بسرعة بقى يعني عشان بني انا عندي موعد وانت اكيد زهير بس انا بص الاوعد معك عشرين ساعة بس يعني انا اللي بيحصل انا متعبتك معي لا يا حبيبي خالص بص يعني انا بالنسبة لي فيه كذا لير اللير الاولاني هو اللير بكع اللي هو اللير الفرد الانديفيدول على المستوى الفردي محمد سلام شاء الله انسان ما تحملوش اكتر من اللي هو مطلوب منه هو الرجل طلع تعبير عفوي ما كانش واضح ان هو ما كانش مجهز له يعني العبر فيه عن خلفياته الثقافية التأويل بتاعه للموضوع اللي هو احنا شكنا انه تأويل ربما يكون متسرع شوية بس في النهاية محمد سلام وهو طالع اكيد ما بيفكرش اللي احنا بنفكر فيه ده احنا بنحل احنا بنحل الموضوع انه هو جزء من الموضوع كان مضغوط الفعالي بيغسر فلوس كتير بيتخذ قرار القرار ده ممكن يأثر على مستقبله فبطبيعة الحال مش معقولة حيفكر بالادوق اللي انت بتفكر فيه وانت بتفن ده الموضوع بتقول كان نفسي سلام يقول كذا وكان نفسي يقول كذا هو لو حطناه في السياق الانديفيدول هو الرجل مضغوط هو الرجل واضح ان هو قال لك يا جماعة ما نقول كلمتين عن الموضوع قالوله لا ما ناكل شوية قالوله لا طب ما انا عامل مش عارفه بلاش طيب الرأس ومسلا يعني انا باخترض سيناريو قد يكون حدس فالراجل طالع مش مش هنقدر حتى زي بيقول بيقول مو طالع مقدرش تقوله كان مفروض يقول كذا ده راجل طالع احنا ضد كلامه فيها الفطة وكل كتير وكل حاجة بس هو في داخل موقف اضطراري وفي الموقف الاضطرارية بأي حال من الأحوال لازم تحفظ أخطاء أو زلات ده مش راجل بقى بيجاهز سبيتش سياسي لا ده راجل بمرتبك بس هو واضح جدا العفوية حتى في بيومي واضح العفوية العفوية ممكن تبقى هزلية ممكن تبقى لا انا اول ما شكت فيديو بيومي انا اتجسد قدامي شخص في أزمة شديدة هو بقاله فعلا يومين بينهاجم وكده وطلع قال كل اللجواء ومرتبش وهو فعلا يعني يا جماعة منشكركم بس جايين يعني كل كل كلام متناقض وما فيوش ترتيب هو مستحيل وعايز يقول ان انا مش بتاع فلوس زي ما بتقال عني فبين انه بتاع فلوس اكتر عايز يقول ان انا مش عارف ما ذكرش السياق الرهيب اللي حاصل ده وتجاهل وفزاد الطيوب بلا كلها طبعا حالات خطيق بس كلها ومفهومة فيه السياق بتاعها القصدي عليه ببقى هو النحية التاني انت بتكلم على خيار لدولة خيار كامل لدولة انها ما تخليش موضوع غزة او موضوع اللي بيحصل ده على مستوى القاعبة تحصره فقط في القمة في ليه لان القمة لها اراء مختلفة ليه ان في ايران اللي هي قد تعتبر رغم ان جاب الراجل بتاع ايران من ايده من برة في الرياض وواضح ان فيه تقارب ايراني سعودي بس لازال على مستوى التاريخ المتراكم فهم فيه عند الناس دي ان الفعل ده ايراني فانا مش هبقى معاه على طول وده شيء خاطئ جدا وشيء مستاجن جدا بالنسبة لانا بس انا مش عايزين نتكلم دلوقتي في المواضيع دي سياسي فهم مش عايزين كمان ان يبقى فيه انتقادات من القاعدة ليه انتو ازاي عاملين كده فعايزين ان الموضوع ما ينتشرش في القواعد فهم لو كانوا حولوا موسى الرياض ده الى موسم تضامني موجودة لفاعليات فيه بس موجود فعليات ده ما فيش فعالية تضامنية واحدة للم acom البقال لا ينفصل فضا مش اللعلوم عليه كان لازم يحصل كان لازم يحصل مع بعض انتا ميفعش تقول كان لازم يحصل احنا نقول كان لازم يحصل بس بطب يحديد ايش هو واضح ان الخيار عند الصعادية مختلف تماما في التعاطي مع الامر ده هو خيار اولا هو عمله قمة بعد اسبوعين يعني اول ودي كان من اول دي حاجة غريبة جدا واصارت ردوبها فعال ناقدة والسخيرة وهزلية وضحكة بطلمة كلها عجلة هو واضح ان هم الموضوع مستقبلينه هم خدوا خيار التطبيع المكسف السريع المتعجل مع اسرائيل وفجأة جاء حاجة قلب كل الحسابات وهم لسا يشوفوا مين المسؤول عنها ومش عايزين كمان يعملوا هبة شعبية ويبتدوا لهم لها انتو عاملينه فهم حطوا اصابت حطوا موضوع الدلاجة وده وعلى فكرة فيديو سلام بعيدا عن الخناء الفنية هو اجاب لهم الفجوم برضه والشتين اه 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 انا كنت عايزه يحط الحتة اللي ما تخليهمش في موضوع الهجوم فما ياخدوش الرياكشن اللي هو المتطرف من ناحية تاني بقى اللي هو ميبقاش في حاجة خالص نتكلم عنها او كده فاهم قصدي اللي هو الرياكشن ما هو 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 الولد قال ايه الولد قال ان احنا بنقدم رأسه هنا وبحق وده بيحصل وانا كمسلم ركز في النظر دي وكمسلم واللي يقولين علي اسلامي ان انا لازم اكون مع الناس دي وكده هو راجل وضح هو فين البوزيشن بتاعه فين هو راجل شايف ان اللي بيحصل ضد المسلمين وهو كمسلم ما ينفع بس هو بكلف الزمني ده لا يعني لان ده حاجة لان دي اقضي لها قداسة وهو الى اخره والكلام ده فهو كان واضح جدا موقف بقى بتاعه ان شوف عليهمها خزاب بس هو موقف صادر جدا وما فيهوش كل الامتبارات ولا حط كل الاخرارات اللي انت حطتها دي هي من خلال قراءتك بقى لتطور الموقف بعد كده وكده انه هو كان طالع يقول الكلمتين دول يا جماعة انتم مسلمين ودول مسلمين وانا اللي اعرفوا ان ما يفعش الناس دي تجوم كده واحنا نطلع نور الصون ها موقف بقى علينا بتفعيل فتا ان هي كشخص ممكن تقول تلومه بس انت تلوم المؤسسة الكبيرة اللي هي بس ده خيارهم ده واضح خيارهم من اللحظة الاولى طبعا المسؤولين السعودين بيطلعوا يدينوا ومش بيدينوا ومش عارب ايه والطوم بدعوا طبعا يعني فيه شوية خجل عن الطوم الاماراتي العجائبي ده يعني اللي هو جريب جدا ولكن في الناس ده خيار الدولة عندهم وهم هذلك مفيش حد دي يعمل حاجة خيار بالسياق الا بالإزد انت فاهم فاهم الهرامية والهيراركية يعني لو واحد تلع قل جملتين مش متفق عليهم هتحصل مشكلة يعني هيتعمل كفتة يعني هي كان بقى الطريقة اللي هيتعمل بيها كفتة فهي دي الفكرة دي دي الناس دي اول وعين دي نقطة مهمة جدا حاولها دي اخر جملة حاولها يعني تاخدنا الجملة انت قلتها في الاول ان انت مستغرب ليه؟ معظم الاعمال اللي بتقدم في موسي برياض شبه بعض او هكذا تبدو عشان فيه زائقة واحدة بتتحكم في كل الاعمال بشكل يعني فيه يعني الاعمال دي معمولة كأنها معمولة يعني اغلبها لـ او كأنها معمولة لـ لمجموع اعمال الناس اخرين احنا مش عارفينه بس انا بنشتوه في الوجه فهي دي مشكلة الواضح جدا ان الزائقة او اللجمة اللي بتفلتر او بتختار الاعمال هي عندها زائقة قريبة لبعض والنظوم مش مختلفة فيه هنا فيه فعاليات في الصادية زي ما رجال بحر الاحمر زي اسبوع النقد فيه فعاليات يعني اكثر يعني رصانة او زجازة بتعبير او اكثر عبقة بس انا الواضح ان موصل رياض بالذات بتتحكم فيه زائقة شخص او اتنين او تلاتة بالكتير فده يفسر ليه الافلام والمسلسلات اللي هي بتعبير جناه فيه موسوسات شاهد تشارك في انتجها جيدة جدا وانت عارق وانت قولت كده لو بس بقى ليه اللي بتعامل في الكارنفال ده شبه بعض وواضح ان هو يعني هي مجموعة دياها جدا هي اللي بتختار النوع ده بس وردو حاضل اكرر ان انا مقدرش راحكم على جودة الاعمال دي الا انت شوفها اه اه واحنا ما شوفناهاش وايه فيه اصرار ان احنا بانتشوفهاش مش عارف ليه يعني ده انا اصل اول مسمح اول مرة بتعرف رجل عشق في المسرح والافهات الرخيصة اول مسمح رايح ومحمس محمس سعد جدا على المسرح يعني فقلت خلاص باكت عدد للناس وشوفوها وانبسطوا واحنا نشوفها لما تتصور حتى ده ما حصلش يعني ده ما جات لناش تتصورها يعني انا اقول انا مستقرب حتى الان يعني هل هم مش عايزين هل هم شايفين ده مثلا حاجة نبرة وخلاص او زي ما انت اقولت حاجات كده يعني اعدت على عجل كده ولا ايه بالظبط ما اعرفش يعني لا اعتقد ان هو اه لا اعتقد ان هم لا اعتقد ان هم هيجي وقت هيعرضوها بس هتكون في السياقات بقى ان هيبقى فيه عمال كتيرة وده مع ده فاهم فما ياخدش وجهة نظر اللي هو الاعمال كلها مستوى واحد لأ هيبقى فيه حاجات كتيرة يعني تمام فخلينا اشكرك اولا على الوقت السمين ده تمام واطلب منك انت وايمن انت الاثنين يعني ما اتأخروش علينا ان شاء الله الاسبوع ده لازم يكون فيه حاجة تمام حتى لو اجابهم حاجة ولو ايمن مجيش حاملها الوحدي حاملهم خلاف واطرونه عادي واطرونه 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 فهي حاجات دي كلها فكير 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 حديث كتير ماشي يا رايز برسي جدا اني احمد وسعيد بالخبار وانا اسعى لو انا انا اكلم بك يعني فالو الفشاوي واني اختف بقى جمله فالو الفشاوي تاقو الفرائل